السلام عليكم. بنرحب فيكم في في الاسبوع الخامس. في الاسبوع الخامس بنتكلم على المودفايد زي ترانسفورم. طيب وكتيش بنستخدم المودفايد زي ترانسفورم. بنستخدم المودفايد زي ترانسفورم لما يكون عندنا دلي. والدلي هذا مش انتجر فاليو. يعني مش من ضاعفات الانتجرز للسامبلينج تايم. يعني هي مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة. هي يعني تلاتة بوينت اربعة او بوينت اربعة او بوينت اتنين بوينت اربعة يعني في عندي الفراكشن. الفراكشن هادي بنسميها الدلتا. والدلتا هاي جاي بين الزيرو وبين ايش الواحد. يعني لهذا السبب بنقول عنا اه لما بنجيب الزي ترانسفورم للسيستم ولا ودلية. والديلي هاده اеля ب يا زي ترانسفورم لحالها زي ما هي بنعرفها. تازن تساعد هذا الدلية. او تازن ت BL او تازن تد historic. ايش اللي بصير عندي بصير عندي بصير عندي بده اجيب الزي ترانسفورم لليينفت منيس دلتا تي. feito بدا تساوي الزي ترانسفورم لل описанииNON. في ال e- 1 دلتا تي او اس. وهذا زي ما حكينا في عالم الكنتونيوس لما يدخل دليه على السيستم الوردر للسيستم بتحول لانفينيتي. حسب الديفنيشن اللي عندي بدي هتساوي هادي الصميشن من ان ايكول وان لانفينيتي اي وان في تي ماينس دلتا تي في الزي ماينس واحد ولما بدي حطها على يعني الديليز بدأجيب يعني اتدليت زي ترانسفورم للسيستم بتقول اي وف زي وف دلتا تمتح ساوي الزي ترانسفورم للorie تي ماينس دلتا يو وفي مينس دلتا تي وهذه تساوي الزي ترانسفورم للهي في اي ماينس دلتا تي وف اس نتطلع على اكزام بل عندي لو كان الديلي في السيستم عندي بدي يساوي point four يعني ان الديلتاه بتساوي point four للسيستم اللي عندي او السيقنال اللي عندي E في T بدها تساوي E to the minus A T U of T فبيصير عندي E في Z في Delta بدها تساوي حسب الديفنيش اللي انا كتبت فوق بدها تساوي E to the minus 0.6 A T في Z minus 1 plus E to the minus 1.6 A T Z minus 2 plus وهكذا اللي عندي فهذا تساوي لو خط E to the minus 0.6 A T Z minus 1 لبرة بدها تعطيني إيش 1 plus A E to the minus A T Z minus 1 plus E to the minus 2 A T Z minus 2 وهكذا عندي لعه هذي اللي احنا عملناها بتساوي 1 minus E to the minus A T Z minus 1 بشرط ان يكون عندي الابسوليوت باليو لل E to the minus A T Z minus 1 أقل من 1 وهذه لما نضيفها بتساوي E to the minus 0.6 A T على Z minus E to the minus A T ايش اللي بنلاحظ هان انه الديناميناتر ضلو زي ما هو يعني موقع البول ضلو زي ما هو التغيير كل هيتو حصل عندي في الدليف في السيستم وين في النوموريتر في السيستم الموجود الان حدخل كلمة جديدة في التعبير اللي هي احنا بنسميها بدل ما اقول الـ E of Z of Delta لانه هنا خدت واحد ماينس دلتا بده سمي هاد الواحد ماينس دلتا M فبيصير عندي الـ E of Z of M بدل ما الـ E of Z of Delta وير دلتا بده تساوي واحد ناقص M فصار عندي الـ Z transform للـ E of S E to the minus delta T فاسور دلتا بده تساوي واحد ماينس M فصار عندي اللي هي اللي كنت كاتبه أنا E T minus delta T Z minus 1 هادي T minus delta T هي عبارة عن إيش و T في واحد ماينس دلتا اللي هي الـ M T عندي فهدي ريحتني شوية في الكتابة في النوتيشن فصار هادي بده تساوي E of M of T Z minus 1 ها نا E في واحد بلس M في T Z minus 2 في بلس E في Z بلس M في T Z minus 3 وهكذا two properties اللي عندي لهان إيش هي الـ E of Z في واحد بده تساوي E of Z في M وعند M بتساوي يعني واحد اللي عندي اللي هي بده تساوي E of Z minus E of 0 الـ E of Z of 0 بده تساوي E of Z of 0 يعني M بده تساوي 0 معناته هادي بده تساوي Z minus 1 يعني دلتها عندي بتساوي 1 Z minus 1 E of Z الآن لما اتكلم System with Time Delays هاي اللي عندي System هاي السامبلينج هاي الدليل اللي عندي اللي هي minus E minus T 0 S فعندي صار الأوتبوت C of S بده تساوي G of S اللي هي عندي هات في E minus T of S في E star اللي عندي of S فهذا لما بده عمل star هدول التنتين بده من ندمجه مع بعض فبده جيب الـ A Z transform لل G of S E minus T 0 of S في 0 بتتكون من جزئتين الجزئية الأولى هي عبارة عن K T where K is an integer value وعندي delta of T وهذه fraction جاية بين 0 و 1 الآن هذه K الحال تبقى سهل لما بده نروح للZ بده تساوي Z minus K هذا اللي عندي delta بده استخدم Z transform لأجيب ها عندي فهذا صارت عندي بتساوي Z minus K G of Z of M E of Z اللي عندي وزي ما حكينا M بتساوي 1 minus delta الآن الالأجزامبل اللي بنتطلع عليه هاي الopen loop لو كان for this figure blue للT 0 equal point for T والإنبوت عندي عبارة عن step إنبوت والG في S اللي احنا شفناها قبل بتساوي 1 minus E minus TS على S في S plus 1 فهذه لو حطيتها للشكل الموجود عندي أنا بدأ جيب G of Z أو C of Z الآن هذه التنتين مع بعض بتنبسير اللهم اللي هي G of S ومع الدليل فعندي G of S في Z ومع بدي تساوي Z في 1 minus E to the TS على S في S plus واحد اللي عندي وهذه الواحد minus E to the minus T of S هذه جاهزة هي عبارة عن discrete بس 1 minus Z minus 1 فظل عندي Z Z Z transform للواحد على S في S plus 1 والموديفايد هذه حسب الجداول الموجودة في آخر الكتاب بتساوي Z في 1 minus E to the minus MT plus E to the minus MT minus E to the minus T على Z minus 1 Z minus E minus T وزيما برلاحظ هذول التنين ثابتات اللي تغير وين في النوم ريتر ولما M of T يعني بدها تساوي بدها تساوي T minus delta T يعني تعطيني point six T فبعوض عنها بتعطيني G of Z of M الآن C of Z of M ايش بتساوي G of Z of M مضروبة في الانبوت اللي عندي E of Z وال E of Z لل step بتساوي Z على Z minus 1 ولو بعوض عنها هتعطيني هذه الجزئية الآن لو أنا بدأ أجيب output الoutput تبع عندي بدأ أجيبه على شكل ياما باستخدام البارشير فراكشن ياما باستخدام الز يشو بدأ سويا الز synthetic division أو risk do method كل هيتها بتجيب فإيش حتساوي 1 minus E to minus N minus 0.4 T لل N greater equal 1 في هذا المقا يعني إيش اللي حتصير عندي حيصير لها shift by one sample أو by delta sample عندي يعني بدأ ما تبدأ 0 هتبدأ 0 على 0.4 الموجودة عندي في هذا المجال الآن example 4.9 إيش اللي بتعطيني هنا عندي Dfz بدأ تساوي 2 هاي هانا ضفت ال controller عندي على system تبعي هاي GP وهاي عندي 0 order hold وهنا delay الموجود عندي وهاي controller وال M of T عندي T بدأ تساوي 0.05 second وعندي delay بدي 0.001 second فعندي صار M of T بدأ 0.49 فالآن لما بدأ جيب modified Z transform هاي المعادلة هي نفس الexample السابق بس عوضنا بدل T فيها وهنا دخلنا C of Z بدأ تساوي G of Z M في D of Z في E of Z عوضنا عنهم في هذا المجال فصار عندي طلعتني C of Z الموجود هنا ولو بدأ جيب هاي اما بدأ استخدم زي ما حكيت ال partial رفرقشن اما الموجود زي ترانسفورب الآن حاجة ثانية اللي بس بدنا نأكد عليها إيش هي الآن أي سيستم ممكن أحوله في state space model ل discrete model طب لو بدأ حابوله إيش كيف بدأ سوي مثلا اللي عندي C of D بتساوي C زي ما هي التغير اللي بحصل على الميترس زي هي A والB ال A of D discrete إيش بتساوي الانفرس لبلس لل S I minus ال A continuous هذه انفرس وبعوض بدل T بتساوي T الآن B D discrete بتساوي ال integral من 0 ل T P of C of T D of T في ال B C ال continuous عندي وال P C إيش بتساوي الانفرس ل plus لل S I minus A انفرس الموجود عندي هنا هذه الانفرس الهاك كل بتعطيني فيه C of T كويس هيك هيك بنواقف بناخد break وبنرجع للشغل تبعنا الجزئية الثانية دS ت شكرا